اكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرصة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعمه متابعة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حفظ السلم والامن الدوليين ودعم التنمية الشاملة والمستدامة وعرب وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء بيوم الامم المتحدة عن اعتزازه بالتعاون التاريخي الوثيق مع منظمة الامم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي واستمراره وتنميه في طار تمسك مملكة البحرين بقيمها الانسانية والحضارية بما يتسق مع مبادئ الميثاق الاممي ومقاصده السامية في تحقيق السلام وإشارة سعادته إلى موصلة مملكة البحرين لجهودها كشريك دولي فاعل في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي واحترام حقوق الانسان وحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية وحتى سعادة الوزير المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للمبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وثمن وزير الخارجية الرؤية الثاقبة لسمون العهد رئيسي مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدعوة إلى الإصلاح الشامل للمنظمة الدولية بجميع أجهزتها بما فيها مجلس الأمن وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية وعبر سعادته عن أتزازه بالحضور المشرف لمملكة البحرين في المحافل العالمية من خلال عضويتها الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية وحلولها في مراتب عالمية متقدمة في مختلف المجالات